مبادرة جديدة للحل طرحتها حركة امتداد في بيان تفصيلي وحفت عبرها أعضاء البرلمان على تبنيها تقول امتداد أن المبادرة شاملة وفيها حل للإشكاليات السياسية بين الفرقة وتدور في فلك الخلافات الجوهرية التي وصلت إلى الاحتكام إلى الشارع والسلاح المبادرة ترتكز على جناحي الدستور والتوافق السياسي عبر توقيتات ملزمة لحل مجلس النواب وتشكيل حكومة مؤقتة تلتزم بإجراء انتخابات مبكرة نقول خارطة طريق كونها تمثل نقاط متسلسلة إجرائية وليست إنشائية يعني تمثل كل ما موجود من إشكالات في العملية السياسية الحالية بالحقيقة نحن أيضا وضعنا مهام للحكومة التي ستشكل ومهام للبرلمان في المدة المتبقية ورغم قناعة المراقبين بأهمية المبادرات لعادة أجواء التنافس السياسي إلى خانة الحوار أنهم يرون أن التعنت السياسي بين أطراف الصراع يجعل من هذه المبادرات بعيدة عن الواقع وخصوصا أن الأطراف المستقلة هي الأقل تأثيرا في المشهد السياسي لا أعتقد الأطار سيوافق ولا أعتقد الأطراف الأخرى ستوافق على تشكيل حكومة وآلية تطبيقها أيضا صعبة في هذا الصداد يعني الشخصيات المستقلة اللي يعول عليها إدارة الأزمة وإدارة عملية الانتخابات القادمة عملية تشكيلها رضاء الأطراف عنها هي هذه المشكلة الكبيرة ولكن هي كمبادرة تحمل في طياتها بعض الحلول لطرحتها طرح الشعب العراقي خاصة في ثورة تشريين وتترقب الأوساط الحزبية والشعبية وضوح المشهد السياسي بعد زيارة الأربعينية وسط حديث عن تحضيرات الاحتجاجات تتبنها جهة سياسية وقوى مدنية من الناصرية أحمد السعيدي يو تي في